واجتمع مع الوزير الخارجية بكل من سعادة السيدة آن باترسون مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والتوم مالونسكي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية المشتركة في تحقيق مصالحهما والإسهام في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وكذلك تشاور حول سبل الانتقال بهذه العلاقات إلى مراحل أكثر تطورا في كافة المجالات إضافة إلى ذلك تم استعراض بعض التطورات والمستجدات في المنطقة ومن بينها الوضع في سوريا واليمن والعنف والإرهاب وتبادل وجهة النظر حيال هذه القضايا المؤثرة على الأمن وسلم الدوليين وبعض لقضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين